أما مقومات الوسطية والاعتدال في القرآن والسنة فلقد منى الله علينا بكتابه الكريم كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد يهدي به الله من اتبع رضوانه سبول السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وامتن الله علينا بخير الهدي وهو هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال جل في علاه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فالقرآن والسنة نور الأكوان وضياؤها ونقاء الأرواح وصفاؤها فوسطية الاعتدال في القرآن فقد تعرج كتاب الله أو عرج كتاب الله تبارك وتعالى الذي يهدي لأقوم سبيل وأهدى طريق إلى هذا الأمر فقال تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قال الإمام الشاطبي رحمه الله والقرآن الكريم هو كلية الشريعة وعمدة الملة وينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور الأبصار والبصائر وأنه لا طريق إلى الله سواه ولا نجاة بغيره فمن رام الإطلاع على كليات الشريعة وطمع في إدراك مقاصدها وللحاق بأهلها لزمه ضرورة أن يتخذه سميره وأنيسه وأن يجعله قعيده وجليسه على مر الأيام والليالي نظرا وعملا ومن آيات الوسطية يا رعاكم الله في كتاب الله تبارك وتعالى قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا فكلمة وسطا في هذه الآية تحمل معاني الخيرية والعدالة والقصد والتوسط بين الإفراط والتفريط وعلى هذا فسرها أهل التأويل رحمهم الله قال الإمام الطبري رحمه الله وأنا أرى الوسط في هذا الموضع هو الوسط الذي بمعنى الجزء قال الإمام الطبري رحمه الله وأنا أرى أن الوسط في هذا الموضع هو الوسط الذي بمعنى الجزء الذي هو بين الطرفين وأن الله تبارك وتعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في الدين فلا هم أهل غلو فيه غلو النصارى ولا هم أهل تقصير فيه تقصير اليهود ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه فوصفهم الله تبارك وتعالى بهذا الوسط إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها قال الإمام الماورد رحمه الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا فيه ثلاث تأويلات أحدهما يعني خيارا والثاني من التوسط في الأمور لأن المسلمين توسطوا في الدين فلا هم أهل غلو فيه ولا هم أهل تقصير فيه والثالث يريد بالتوسط العدل لأن العدل وسط بين الزيادة والنقصان وكذلك يا رعاكم الله من الآيات الدالة على هذا المعنى قوله جل في علاه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أن صراط الله هو الوسط بين الظلالات والنور بين الظلمات والهدي بين الشبهات ففي مسند الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى وسنن النسائي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خط ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سنن كل هذه سنن هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأوا أن هذا صراطي مستقيما قال الإمام القرطبي رحمه الله وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشدود في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد